تصريحون رائعون من المغرب آدم آزنو بعد أول مباراة رسمية له مع فريق بار ميونيخ الأول قالت سراي يحسم قراره بشأن المغربي حاكم زياش ويتجه لطرده قريبا هدف المنتخب المغربي يواصل تألقه مع أولمبياكوس والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما عبر اللاعب الدولي المغربي آدم آزنو عن سعادته الكبيرة بعد ظهوره الأول مع نادي بار ميونيخ في الدوري الألماني حيث شارك في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريق ذا دايونيون بيرلين والتي انتهت بفوز البافاري بنتجة الثلاثة سفر وكان هذا اللقاء جزءا من الجولة التاسعة من بطولة البوندسليكا وقد أتح لآزنو فرصة الانطلاق في مشواره مع الفريق الأول وعبر آزنو عن فرحته بهذه اللحظة التاريخية في حياته الرياضية عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث نشر تدوينة على صفحته قال فيها ما من طريقة أفضل من الظهور الأول لي في ملعب آليونس آرينا مع الأنصار سعيد جدا بخوض أول دقائق لي في الدوري الألماني شكرا للمدرب على منح الثقة وشكرا على كل رسائل التي تلقيتها التعكس هذه الكلمات مدى أهمية هذه التجربة بالنسبة لها خاصة فذل الأجواء الحماسية التي شهدها الملعب ولم تتوقف التفاعلات عند هذا الحد بل تواصل لعبو المنتخب المغربي مع آزنو عبر تعليقاتهم مهنئين إياه على هذه الخطوة المهمة ومن بين هؤلاء كان هناك عبد صمد أسزلي ومونير المحمدي وشاد رياد الذين أبدوا دعمهم وتشجيعهم لزميلهم وفي السياق المباراة دخل آزنو كبديل لنجم الكندي ألفونسو دايبز في الدقيقة الثمانين ليكون بذلك أول ظهور له مع الفريق الأول بعد عدد من المباريات التي خضها مع الفريق الرديف والذي يحمل شارة قيادتها حيث أن هذا الانتقال من الفريق الرديف إلى الأول يعكس ثقة النادي في إمكانيات النجم المغربي ولم يفت مدرب الفريق البلجيكي فيساند كومباني أن يشيد بأداء آزنو خلال ظهوره الأول حيث أكد أن اللاعب يمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة وأنه إذا استمر في العمل بنفس الجهد فإنه قادر على تحقق إنجازات إيجابية في مسيرتها وخلال الندوة الصحفية التي عقدت بعد المباراة قال كومباني لقد أدى آدم أداء جيد للغاية في تدريبات ومع منتخب بلاده أيضا لذلك يمكنه أن يشعر بالفخر والآن عليه فقط مواصلة العمل وبهذا يفتح ظهور آدم آزنو مع بارم يونيخ أبوابا جديدة لمستقبلها الرياضية ويعزز الأمال في أن يصبح أحد الأسماء البارزة في صفوف الفريق حيث ينتظره الكثير من التحديات والفرص في الدوري الألماني حسمت إدارة نادي كالتا سرايا التركي لكرة القدم موقفها النهائية بشأن اللاعب الدولي المغربي حاكم زياشه الذي يبدو أنه يقترب من مغادرة ملعب تركيا إجاء هذا القرار بعد أن استبعده المدرب أكامبوروكا من حساباتها مما يطرح تساولات حول مستقبل اللاعب مع الفريق ووفقا لتقرير منصة أنتي فيسبورا تركيا يعتبر زياش من أوائل اللاعبين الذين اتخذ النادي قرارا بشأنهم حيث قرروا عدم تمديد يقامته في الفريق ويعود السبب الرئيسي وراء هذا القرار إلى الأداء غير المتوقع الذي قدمه اللاعب بالإضافة إلى العلاقة المتوترة التي تجمعه بالمدرب إذ يبدو أن هذه العوامل قد أثرت بشكل كبير على السمراره مع الفريق الجدير بالذكر أن زياش كان قد اقترب من مغادرة جالتا سرايا قبل بداية الموسم الحالي إلا أن إدارة النادي اختارت الاحتفاظ بها بعد أن قامت بتسريح بعض اللاعبين في مركزها واجأ هذا القرار في وقتنا كان فيه النادي غير قادر على التعاقد مع لعبين جدد لتعزي صفوفها مما دفعهم إلى تأجيل قرار التخلص من زياش ومن جهة أخرى تشير التقارير إلى أن عقد اللاعب ينص على أنه إذا شارك في 70% من إجمالية عدد المباريات في أول 11 مباراة من الموسم سيتم تمديد عقده لموسم آخر وهذا الأمر يبدو أنه يشكل مصدر قلق للنادي الذي يسعى حاليا إلى تقليل فرص زياش في المشاركة مما يعكس الجهود المبذولة لتفادي تمديد عقدها وعلى صعيد الأداء شارك الزياش في 5 مباريات فقط مع قلة سرايا خلال الموسم الحالي وهو عدد قليل جدا خصوصا أنه غاب لفترة طويلة بسبب لصابة ومع ذلك لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي يمتد حتى 30 من يونيو 2025 كما شهدت الفترة الأخيرة غيابه عن المباراة الدولية مع المنتخب المغربي ولكن من المتوقع أن يكون له دور في التشكيل خلال فترة التوقف الدولي القادم وباختصار يبدو أن مستقبل حاكم زياش مع قلة سرايا في مهب الريحة حيث تتضح المعالم بشكل متزايد حول احتمالية رحيله عن النادي وذلك بناء على الأداء والعلاقة مع المدرب مما يترك الباب مفتوحا أمام خيارات جديدة للعب المغربي في المستقبل القريب قاد الدولي المغربي أيوب الكعب فريقه أولمبياكوس لتحقيق انتصار مهم على بانسيريكوس وذلك بنتيجة 2-1 في المباراة التي قيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري اليونالي الممتاز حيث أن هذا الفوز يعكس قوة أداء أولمبياكوس ويعزز من موقفه في المنافسة على صدارة الدوري وبدأت المباراة بشكل قوي حيث افتتح فريق أولمبياكوس التسجيل مبكرا في دقيقة الثانية عشر مما أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة ومع ذلك لم يستسلم الفريق الضيف بانسيريكوس وتمكن من إدراك التعادل في دقيقة الثالثة وستين مما زاد من حدة التنافس على أرض الملعب ومع ذلك كان لأيوب الكعبي كلمة أخرى التمكن من إعادة التقدم لفريقها بعد ثوان قليلتين من تشجيل هدف التعادل ليحقق هدفا حاسما في تلك اللحظة الحرشة وبهذا الهدف أصبح الكعبي أحد أبرز اللاعبين في المباراة حيث رفع رصيده الشخصية إلى تسعة أهداف مع أولمبياكوس هذا الموسم من ستة أهدافنا في الدوري اليوناني وثلاثة أهدافنا في الدوري الأوروبي التحكس هذه الأرقام بدأ تأثيره الإيجابي على أداء الفريق وتساهم في تعزز حظوظهما في المنافسة على اللقاب ويجذر بالذكر أن أيوب الكعبي لم يكن مجرد لاعب عاديا في الموسم الماضي بل أنهى البطولة كهداف للدوري اليوناني برصيد 15 هدفا وهو ما أهله للفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة السوبرليك وهذه الإنجازات تصلت الضوء على موهبته الكبيرة وقدرته على التألق في المنافسة الكبيرة مما يجعله أحد الأسماء اللامعة في كرة القدم اليونانية وتتواصل مسيرة الكعب في تقديم أداء متميز ويتطلع الجميع إلى ما سيقدمه في المباريات المقبلة حيث يسعى لتعزز رصيده من الأهداف والمساهمة في تحقيق مزيد من الانتصارات لفريقها ومع تواصل المنافسة القوية مع نادي آرس سارونيكا يبدو أن أولمبياكوس على موعد مع تحديات كبيرة في قادم الأيام وأيوب الكعبي سيكون في قلب هذه المعركة بكل تأكيد ترجمة نانسي قنقر